الموضوع وما فيه في شهر نوفمبر 2021 تلقى هشام عبود اتصال من صف ضابط سابق يدعى عبدالقادر تيغا وأخبره بأنه هناك خلية تتحرك من أجل استهداف هشام عبود ومعه أربعة أشخاص آخرين تم الاستمرار في التواصل وتم وضع خطة حيث أنه قام عبدالقادر تيغا بتسجيل بحكم عنده علاقة مع نطفي نزار وهو ابن خالد نزار الوزير الدفاع السابق وقام بتسجيل حيث يرسل كل التسجيلات في المكالمات وبدأ هشام عبود يتنقل أحيان إلى إسبانيا لأنه كان مخطط إما جلبه إلى بلجيكا أو إسبانيا هو كان يعطيه بعض الاتصالات وبعض التسجيلات الصوتية هكذا حتى يقنع الآخرين وبقد الخطة تمشي على أساس هو أنه يتم ضبطهم ضبطهم في أثناء تنفيذ العملية حيث هشام بلغ جهات أمنية في فرنسا كان ذلك في شهر نوفمبر وديسمبر الحقيقة أنه تسجيلات كثيرة وكانت الاتصالات متواصلة لكن لا يوجد تسجيل على حسب ما اطلعت عليه لحسين بلحيا حيث أنه عبد القادر تيقى عندما يريد التحدث مع حسين بلحيا وهو مسؤول أمني في جهاز المخابرات كان يتحدث معه عبر تليفون هذا المدعو جهي غير أنه في أول جونفي 2022 وصلني إيميل من عند عبد القادر تيقى أخبرني أنني أحد المستهدفين في هذه المجموعة في أربع جونفي تواصل معي وأرسل لي بعض التسجيلات والمكالمات فيما يخص هذه القضية وأكد لي بنفسه بأنني أنا موجود مع هشام عبود وثلاثة أشخاص آخرين كمستهدفين من طرف هذه الخلية التي تتحرك ما بين فرنسا وبلجيكا وإسبانيا ولكن المعلومة التي أعطاني إياها تقول بأنهم لا يريدون القيام بعمليات في الطراب الفرنسي يحاولون استدراج هؤلاء أن الناس إلى أماكن أخرى بسبب ملفات تتعلق بالعلاقات ما بين الجزائر وفرنسا لكن المؤكد أن هناك تواصل ما بين عبد القادر تيقى وهذا حسين بولحيا المسؤول الأمني وأيضا تواصل مع لطف نزار الذي كان يتابع والغريبة أنه عندما يكون مجموعة خلية من أجل إغتيال آخرين يكون فيها شخص مدني مثل لطف نزار الذي لم يؤدي حتى الخدمة العسكرية المهم هذه المعطيات غير أنه المخطط الذي كان يسر على قدم وساق من أجل إلقاء القبض عليهم متلبسين بحيث يتم الإعلان على استدراج هشام إلى مكان آخر ولكن للأسف الشديد أنه العبد القادر تيقى قام بإعطاء فيديوهات إلى أحد النشطين وقام بنشر ملف مما أجهض العملية من أساسه وصارت الآن فضيحة إعلامية أؤكد بأن هناك خلية حقيقة كانت تخطط إلى استهداف عمليات هل هذه الخلية كانت على أعلى مستوى في النظام الجزائري أو مستوى معين في الاستخبارات ليس لدي معطيات فإن كانت القضية تتعلق أكبر رأس وصلتها هي حسين بولحيا معناها المسؤولي الكبار في النظام لا علاقة لهم هذا يدل دلالة واضحة على مدى تفكك الدولة إلى هذا الحد حتى أن جهاز استخباراتي يقوم بالتخطيط إلى اغتيالات واستهداف جزائريين في الخارج مما يذر بالأمن القوي الجزائر ويضع الجزائر في ورطة كبيرة فهذه كارثة وإن كانت العملية تحت رعاية رؤوس كبيرة في النظام فهي كارثة أيضا وفي الحالتين أعتقد أن النظام الجزائري في ورطة كبيرة على الأقل ما بين الأجهزة لأن الأجهزة ستتحرك حتما الفرنسية والإسبانية والبلجيكية وخاصة أنه شام عبود يوم 4 جونفي تقدم تم استدعاءه من الجهة الأمنية في بلجيكا وهذه الجهة الأمنية مكلفة بقضية الإرهاب مكافحة الإرهاب وتم الاستماع إليه رسميا في محظر تم فيه ذكر كل المعلومات والمعتيات وقدمت كل الأدلة إلى هذه الجهات الأمنية برقم السيارة الموبايل وأيضا حتى بطاقة تعريف مزورة أنجزتها المخابرات الجزائرية بطاقة تعريف فرنسية وهي مزورة تحمل اسم عبدالقادر تيجا وهي متوفرة لدينا على أساس أنه يتحرك لأنه لا يملك إقامة ولا يملك وثائق من أجل تسهيل سفروا إلى إسبانيا من أجل استدراج هشام وكان أرجح هو استدراجه إلى إسبانيا المرة الأولى قالوا لهم اغتياله وبعد ذلك لا ضرورة تخديره ونقله من إسبانيا إلى الجزائر بطريقة عبر الطرق الدبلوماسية ربما تم نسيش أمور هناك لا أدري وليس لديه معطيات لكنني أؤكد من خلال قناتكم الكريمة أن هذا المخطط بالفعل كان موجود طبعا أي اسم ذكره في الكلام حق الرد مكفول له طبعا الجدل كبير حول هذا الموضوع نفسك قلت بأنه تواصل معك هذا الشخص تيجا طبعا حديث هشام عبود تحدث أنه يريد أموال كذلك طبعا أنت تعرف عندك خلفية على هذا الشخص ضابط صف سابق كان سجل معه تلفزيون فرنسي حتى أنه في إدالة السلطات الجزائرية في قضية رهبان تبحيرين يعني لو بأدوات تحليل ربما قراءتك للعودة الاستعانة بهذا الشخص وأيضا حيثيات وخلفيات هذا الموضوع وهذا التسريب الذي خارجه هكذا ويثير الجدل حقيقة نتحدث بمنطق المعلومة أولا ما سمعته في هذا الموضوع يعني من المعنيين بالأمر مباشرة وفي مقدمتهم عبد القادر تيجا أنه نشر يوم موقع خاص بعائلة خالد نزار عن أنترنت مقال تحدث فيه عن تيجا فراح يتواصل معهم من أجل نشر حق الرد وحدث التواصل مع هذا الموقع حتى صارت لديه علاقة مع لطف نزار وتوتدت هذه العلاقة ما بينهما إلى أن وصل الأمر وحكاله بأن ظروفه سيئة ويحتاج إلى المال وأنه عنده أولاده السنين طويل لم يراها وأنه بحاجة إلى تسوية وضعيته مع الجزائر من أجل أن يعود إلى أهله وكذا فقال له أنه فيها أمور يجب أن تقدم خدمات حيث طلب منها أولا ضرورة الذهاب والطعن في شهادته حول رهبان تبحيرين هذه النقطة الأولى وتم تحضيرها هذه القضية مع محامية أعتقد في باريس والطلب الثاني هو أنه يساعدهم في عملية تخص بعض الأشخاص في أوروبا أنا شخصيا أؤكد بأنه طلب الأموال من هشام عبود وكان يقدم له مساعدات وحتى في اتصاله أنا شخصيا يوم 4 جنفي طلب مني أيضا مساعدات مساعدات أن ظروفه سيئة وعنده عائلته هناك وكذا 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 هذه الحقيقة ولكن ما هي نواياها الحقيقية للأمانة ليس لدي معطيات هل هو كان صادق أو أنه أراد توريط النظام أو توريط الاستخبارات ليس لدي معطيات ولكن التحليل العام أعتقد بأنه إن كانت بالفعل هذه الخلية استخبارية وأنها تحت رعاية جبار مهنة أو جهات أخرى أعتقد بأنها غبية جدا أن تعتمد على شخص أصلا هو مشبوه وحتى في كتابه روى حكايات مع المخابرات الفرنسية مع المخابرات البلجيكية وكيف عرض خدماته على الأجهزة وتم رفضه هذا ورد في كتابه طبعا مما قرأناه وهو من حقه أن يعلق أو يوضح هذه الأمور لكن أنا أعتقد بأن هذا المنطق مما يوحي أولا إلى وجود صراعات عصب إما أنه تريد توريط جهة أخرى من خلال هذه العمليات الغبية وأعتقد بأنه كل الإجماع وكل المعطيات المتوفرة لدينا من خلال ناس نعرفوهم في المؤسسة العسكرية كانوا زملائنا كلهم يؤكدون على أن هناك صراع كبير في أعلى هرم السلطة ليس صراع فقط تصفية حسابات جناح يصف في حسابه مع جناح آخر بل أيضا هناك صراع على النفوذ لأن المرحلة وصلت أعتقد إلى مرحلة كسر العظم ما بين هذه الرؤوس في ظل وجود أكثر من 30 جنرال في السجن أكثر من 50 ضابط سامي أيضا في السجن خروج أكثر من 40 ضابط سامي خروج في ظروف غامضة كانوا قد دخلوا في عهد القيد صالح إدخلهم إلى السجن خرجوا بدون متابعة وتم حرق ملفاتهم بلا أي شيء أعتقد بأن الأمور ليست على ما يرام في ظل تسريبات تسريب جرميت بنويرة الذي يدخل في هذا الإطار ثم الآن هذه العملية التي تدل أعتقد دلالة واضحة على مدى الصراع بين سقور إن صح التعبير وضعها بين ظفرين في المؤسسة العسكرية في ظل غياب فعلي للرئاسة والوجه المدني لهذا النظام الحاكم في الجزائر